حنتكلم الليلة عن مشكلة حصلت في فشل تسمية المجلس أو المجلس مانجر زي ما كان قديم مسمى بيقى في مشكلة حصلة مع الاصدار 23 بعد التحليص الجديد اللي هو 24.1 بيقى انو الاصدار القديم اللي هو 23 بيقى تفوق مشكلة بتاعة التسمية أو فشل التسمية اما يكون عندك تطبيقين أو يفشل التطبيق بتحصل لك مشكلة بالحتة دي ركز معاي عشان نشوف الحاصل شنو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هلين طبعا دارنا نتكلم على المشكلة الحصلت بتاعة التسمية انو التطبيق بيقى فوق مشكلة بتاعة التسمية للاصدار القديم اللي هو 23 ليه لانو طبعا اصدار بتاعة بيقى غير مدعوم بيقى غير مدعوم نمشي بعد كده للتطبيق عشان نشوف الحاصل شنو أو بنعمل فشنو نفتح التطبيق نفتح معاي طبعا هيديك تحديس طبعا يتلاو ممحديس يعني كويس حنمشي بعد كده للضبط طبعا كالعادة ان احنا طبعا بنغير اللغة اول حاجة نشوف البحص الشنو بعد ما غيرنا اللغة حنمشي بعد كده للضبط عشان نعمل عمليات الاخفاء هاي زا ماجيكس أب نضغط ونغير الاسم بدعة التطبيق كويس غيرنا الاسم عملناه اس اي نضغط اوكي نعمل اخفاء انتظر ما حتحصل اي حاجة لحجيك رسالة تطلع برا حتح في حاجة غريبة حصلت تطلع برا حتح في حاجة لحجيك رسالة ماداني اي حاجة بعد شوية قام ظهر لي اسم هنا تاني اللي هو ماجيس لحجيك عندي اتنين واحد مخفي واحد عادي اذا ضغطت على المخفي ما حيفتح معك نعمل شنو في الحالة دي نحل المشكلة دي كيف تمام نمسح اول حاجة ده اللي هو الظهر عندي ده احنا ما دايرينه بعد كده نمشي لتطبيقنا العادي نفتحه كويس ممكن نرجع اللغة عربي وبعد كده نشرح وبعد كده نقلبه انجلز داني نعمل افتراضي اللي هو لغة الجهاز عربي كويس اول حاجة يا سيدي في الحالة دي ان احنا هنمشي الضبط هنقوم نغير الغنى الغنى هنعملها مخصص بعد ما نعمل الغنى مخصص هجيك طبعا مستطيل هتدخل فوق رابط بطاع اصدار اقل من 23 طبعا لانه خادت الرابط جاهز هنا في المستطيل ما يصهر للمستطيل وقلنا اذا ما ظهر لك المستطيل او ضغطت بالغلط في اي حتة كويس بالغلط في اي حتة تخش في كلمة مخصص دي بعد ما تحول الغنى تخش فيها بيصهر لك المستطيل تضع فوق الرابط هس الرابط الموجودة اللي هو الاصدار 22 ممكن تخد 21 اقل حاجة المهم يكون اقل من 23 نرجع حنلقى انه الابديت بداعي تغير اختفى الابديت ظهر ريفوك هنا اللي هو اخر اصدار 22 وانت مسبت 23 حاجة غريبة صح؟ كويس لو انا در سبت 22 ممكن تعمل تزبيت عادي وسماح وحجيك رسالة هنا هيقول لك انه الاصدار 22 سبت وانا بطبع ما در سبته بس در نغير الغنى اللي هو نعمل زي نوع يعني نوهيم التضيق نمشي بعد كده للضبط بعد ما غيرنا الغنى طبعا الرابط هيكون اسفل الوصف لكن الرابط مح يفتح معك طوالة انا بريك حتاخده كيف بالطريقة زي ما عملنا في الفيديو السابق نغير اللغة لانجليزي بعد ما غيرنا لغة التطبيق كويس نمشي ليه؟ الضبط نمشي ليه؟ الهاي طبعا اذا انت طلحت بره تطبيق ويجيت راجع هتلقى انه بعد مرات الهايز ماجيكس ممكن تلقائه مختفية ما بتفتح معك الا ترجع الغنى تاني وتقوم تعمل الحركة دي من جوه طبعا ده اذا طلحت بره تطبيق بالغلط لكن احنا ما طلعنا منه كويس حناخد الاسم ده مسلا ونعمل اوكي ننتظر دقيقة ركز معي انتظر معي حبة شوف البحصة شنو ما طوالة تقول التطبيق انه هو متفعل ممكن ننتظر حبة ممكن نعمل حركة تاني اللي هي شنو يعني نطلع بره التطبيق شوفوا اللي بحصل معك شنو بعد شوية التطبيق هيكفر ويفتح بعد ما عملنا بتغفاء تمام تطبيق طوال حبة قد نفتح التطبيق تاني نعمل اوكي نطلع بره طبع مفرضيك في لفتح معك طوالي تمام مداني حاجة نحن ندخل نحن غيرنا الغنى نرجع للضبط التاني طبعا بياخد بعض مرات مسافه يا سلام يا طبو فتح معنا كويس ركز معي وجاتني رسالة طوالي كويس قل لي دارت اضيفه هقول لي اوكي مادر اخدت بره خلاص كويس كده اختفى معنا التطبيق نرجع حتى القو ما في هشوف تطبيق هالنهلو زي ما احنا غيرنا اسمه يختفى معي عادي بس بعد مرات بتاخر معك بعض الوقت فما مشكلة ممكن تتغير الاسم وتترجع له تاني كويس وممكن تتغير معك طوالي لانه طبعا عملت الحركة دي كم مرة وما قفلت الجهاز طبعا مرات بتحصل حبة شكالات كده فالمهمة السينة معنا اللي هو اختفى التطبيق عادي من غريب مشاكل كويس طبعا الرابط المفروض تتنسخه طوالي وتاخدته لكن كالعادة قلنا احنا في اصفل وصفة الفيديو بتاع اليوتيوب بعد مرات النسخة بيكون ما فيه الا اذا ات عندك برنامج بتاع نسخ كويس اذا ما عندك برنامج نسخ الرابط التحده طوالي هتقوم تعمل اشنو هتقوم تضغط على الرابط هيقوم افتح معك لكن ما هيكون بالشكل ده هيديك هنا مشاركة كويس واذا تضغط التلاطة نقاط هيقوم ليك فتح في المتصفح وقت تعمل فتح في المتصفح بيجيك بالشكل ده بعد ما يفتح في المتصفح بعد ما يجيك بالشكل ده اذا عمدت الفتح في المتصفح تقوم تضغط في الوسط هنا تعمل نسخ للرابط. تمام? كويس. واذا ما حمد ترفض حفل متصفح ممكن من خلال مشاركة تعمل له مشاركة في الرسالة العادية وتعمل له نسخة من هناك. المهم ده الرابط. تشيل الرابط دي يا سيدي وتخدته لي وين? اللي هو في غنات المخصص. زي ما احنا قلنا جبال. كويس. خطيته في رابط الغنب تحت المخصص امورك في التمام وبعد كيه تعمل نفس الخطوات اللي عملنا جبال. نرجع تاني العيدة. اول حاجة يا سيدي عشان تعمل الكلام ده تغير اللغة الانجليزي. تاني حاجة تغير غنات المخصص اللي هو الغناء الرسمية الى الغناء المخصص. بعد كده تخدت الرابط في غنات المخصص اللي هو الاصدار اللي نقولنا اه من اثنين عشرين وينت نازل. يعني ما ثلاثة عشرين. اثنين عشر وينت نازل. كويس. بعد كده تغير الاسم. بعد كده بيستنى معاك مسافة ممكن ياخد معاك زمن حسب بعد كده الجهاز. وبتغير معاك وتعمل اوكي امورك في السليم ان شاء الله. طبعا كالعادة ما تنسى الاشتراك في الغناء واللايك وتفعزل الاشعارات عشان يصلكم كله جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.